السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة بكم أريد أن تكونوا في خير أريد أن تكونوا في صحة جيدة تحيي لكم المتابعين نستبع فيها كل تحيي لكم أينما كنتم أقولنا قليلا في جزيرة بنانك طبعا لحدنا المزلنا في ماليزيا لأن الأمس طبعا رحنا إلى المستشفى زوجتي عندها فأحصل مع الطبيب وحقا أعطنا أعطنا موعيد خلال هذا الأسبوع تقريبا كل يوم لأن الجرح العملية يجب أن تذهب إلى المستشفى حتى يساولون أدوية ومشهب ذلك الآن في ماليزيا طولنا قليلا أكثر من متوقع أننا في ماليزيا الحمد لله على كل حال ننتظر سيارة سيارة تاكسي حتى نذهب إلى المستشفى لأننا عملية جديدة ونستطيع أن تذهب وإن شاء الله طبعا المنطقة لنا فيها كلها شقاكة كما ترونوا بنايات طبعا هذه شقاكة قديمة لكن موكي ونستطيع أن تذهب واسعارها معقولة كلها بنايات ما شاء الله مستشفى ماليجيا طبعا مش بأي ثلاثة أصحى من نتيجة وعال في أجروفها مستشفى خريفة حتى السيداليات هذه سيارة تاكسي وصلت مستشفى طبعا اخوة طلعنا في سيارة الجراب تطبيق الجراب طبعا موجود في اندونيسيا وماليزيا تطبيق المواصلات عندهم سيارات ودراجات يوصلوا أكل يوصلوا أشخاص طبعا من البناية إلى غاية المستشفى تكلفة الجراب بستة رنجات طبعا سافة بسيتة جدا طبعا 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 طيب يا أخو سجلنا الآن سوف تدخل هذه الغرفة يا أخو سوي سوي غسيل غسل الجرح إن شاء الله طيب يا أخو الحمد لله زوجتي سوت إن شاء الله الغسيل غسلها الجرح طبيب قال لنا يوميا إلى غاية يوم إلى غاية يوم الخميس بعدين يوم الخميس نقابل طبيب يشوف إن شاء الله الوضاع إن شاء الله يكون خير حقاً لأن الغرفة يعني حس الآخر فحص ما زال مش ولابد طبيب اقترح على تغصده كل يوم المستشفى إن شاء الله خير يا أخو والآن نحن رجعين للشقق يجب أن نذهب إلى غاية لأن الطبيب قال لها يجب أن تذهب إلى غاية إن شاء الله نحن رجعيني أخو الحمد لله طيب يا أخوة خلال فترة خلال فترة في جزيرة كينانك طبعاً كينانكي جزيرة يا أخوة ما هو الفرق بين المدينة التي عشت فيها ميدان مثلاً وإندونيسيا بصفة عامة الفرق يا أخوة بصراحة جزيرة جزيرة جداً ومنظمة مدينة راقية مدينة راقية مدينة راقية فيها بنايات الطرقات تنظيفها لا يوجد زحمة مقارنة بإندونيسيا لا تذكر أصلاً هذا حسب ما أرى الأخوة التي عايشين يمكن أن يوضحونها أكثر فبصراحة بنايات أحسن وماليزيا أحسن من أندونيسيا من ناحية النظام والنظافة أهدا أندونيسيا كما تعرفوا ممكن البعض منكم زارها مرحباً ممكن البعض منكم زار أندونيسيا أندونيسيا دولة مزدحمة جداً مزدحمة ودولة مكتفة طبعاً فرق أدونيسيا تصل إلى 300 مليون نسمة ماليزيا لحد علمي ماليزيا بربها جميلة ممكن 40 مليون نسمة جزيرة بنانج جزيرة نظيفة جداً متطورة ممكن مثل أوروبا الطرقات ونظام 100 مليون أهدا هادئة أفارنا بميدان المدينة نعيش فيها مدينة كبيرة ومستحمة مدفضة الشوارع ليس جيدة هذا الفرق بالنسبة للغلاة المعيشة أتوقع ماليزيا أغلى قليلاً هناك بعض المنتجات أرخص في ماليزيا ولكن بصفة عامة في أندونيسيا هناك أسعار رخيصة وهناك أشياء غالية العملة الماليزية أقوى من روبيا مالذي مالذي حسنا ندخل في الصيدلية ندخل في الدواء ونراجع إلى صحيح مالذي مالذي نعم ملت طيب يا جديد أحمده الله قربنا الآن طبعاً نتغيب واحداً من الأمين من الزوج المزيد من الأمين الحمد لله شرين الجواه لسه الله تيسير لنا ولكم يا أخوة برك الله وفيكم يا أخوة جزاكم الله خير الله يرحمون لكم ويحفظكم أينما كنتم طقس حار طبعا في بنانق يا أخوة رطوبة إن شاء الله الشمس طبعا في جزيرة ولكن من اللي جيت ما شفتش البحر أصلا ها 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 هذه المنطقة التي عيش فيها ليس سياحية أقريبا مستشفى طبعا في حتى مكان يا أخوة في بنانية لنا ساكن فيها خاصة للأطفال يلعبوا فيه صباح أو في مساء طيب يا أخوة ها نعجبكم هذا الفيديو المتواضع لا تنسوا وعطوني لايك اشتركوا في القناة شاركوا الفيديو بجزاكم الله خير نقابلوا فيديوه جديد إن شاء الله نرى ما سيكون في المستقبل حتى الآن لا يوجد أي فكرة يعني في أي وقت سنرجع الميدان للإندونيسيا نرى جراءة هذه العلاج والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته